مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع خلال الأسبوع القادم أن تكون الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة خاصة في النصف الأول من الأسبوع لكن نصف الثاني من الأسبوع تتعرض المملكة لحالات من عدم الاستقرار الجوي في أماكن مختلفة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة الجوية المتوقعة ليوم الأحد نلاحظ أن المناطق الشمالية هناك انخفاض على درجات الحرارة ونشاط في الرياح الجنوبية الغربية وإثارة الببار والأتربة معدل عظم المتوقع 31 والصغرى 16 أما المناطق الغربية جواء غائمة جزئيا إلى مشمسة وحارة نسبيا 35 إلى 27 المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة لكنها تميل إلى البرودة ليلا حيث أن العظمى 24 والصغرى 12 المنطق الوسطى والرياض أجواء حارة نسبيا 35 إلى 24 والمناطق الشمالية الشرقية 31 إلى 19 والمناطق الشرقية 35 إلى 24 درجة مئوية أما يوم الاثنين فالأجواء أيضا تبقى حارة نسبيا في معظم المناطق المناطق الشمالية هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة أجواء معتدلة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا المناطق الشمالية الغربية 27 إلى 15 المناطق الشمالية الشرقية 29 إلى 18 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة لكن الأجواء حارة نسبيا في المناطق الغربية وأيضا الوسطى والشرقية في المناطق الغربية 36 إلى 26 وأيضا الرياض والمنطقة الوسطى 36 إلى 24 والمنطقة الشرقية 35 إلى 23 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط أمطار زخات متفرقة من المطر وأيضا الأجواء بتكون لطيفة من حيث درجات الحرارة العظمى 23 لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل حيث أن صورة 13 درجة مئوية يوم الثلاثاء أجواء أيضا في المناطق الشمالية أجواء تقريبا معتدلة في النهار تميل إلى البرودة ليلا المناطق الشمالية الغربية 30 إلى 17 المناطق الشمالية الشرقية 28 إلى 17 لكن الأجواء حارة نسبيا في المناطق الوسطى والجنوبية 35 إلى 25 في المناطق الغربية أيضا 36 إلى 22 في منطقة الرياض ومنطقة الدمام والشرقية 34 إلى 25 إلى 23 أجواء تقريبا حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا والمناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 22 العظمة لكنها تميل إلى البرودة ليلا حيث تسجل الصورة 14 درجة مئوية يوم الأربعة أيضا استمرار الأجواء المعتدلة في النهار واللطيفة في الليل في المناطق الشمالية الشمالية الغربية 29 إلى 16 والمناطق الشمالية الشرقية 28 إلى 18 أيضا المناطق الوسطى الغربية والوسطى اللي وسط المملكة أيضا وأيضا الشرقية أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35-27 في المنطقة الغربية مع أجواء غائمة جزئيا وأيضا 35-21 في المناطق الوسطى و34-24 في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر و23 في العظمة والصغرى 14 تميل قليلا إلى البرودة ليلا يوم الخميس أيضا بتسود تقريبا تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة في كثير من الأماكن تسود المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية الحرارة 27-15 شمالية الغربية وأيضا 28-16 المناطق الشمالية الشرقية المناطق الوسطى أجواء غائمة جزئيا المنطقة الغربية 34-27 والوسطى 34-20 والشرقية 34-23 والمنطقة الجنوبية الغربية 24-12 درجة مئوية تميل الأجواء إلى البرودة أثناء الليل ويوم الجمعة القادم أيضا تقريبا حالة من عدم الاستقرار الجوي تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة لكن الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة في الليل في المناطق الشمالية الشمالية الغربية 29-17 المناطق الشمالية الشرقية 28-16 أما المناطق الوسطى بشكل عام الوسطى الغربية أجواء غائمة جزئيا حارة نسبيا 34-25 والمنطقة الوسطى 35-21 والمنطقة الشرقية 34-23 أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا أجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة في النهار لكنها تميل إلى البرود ليلا العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله اشتركوا في القناة